الفصل الخامس عشر فتح السوس من قصة عقبة بن نافع اعداد استاذ ياسر محمد نجيب بتبدأ احداث الفصل بصمت عقبة للحظات ظهر فيها اقتناعه برأيه يوليان الغماري بانه ما يشتبكش مع القوت ويأجل فتح الاندلس وبانه يتجه الى السوس الادنى والسوس الاقصى امر عقبة جيشه بالتوجه للسوس الادنى فانطلق الجيش يتقدمه عقبة وصل عقبة لمشارف مدينة وليلة واللي هي تقع في غرب فاس الشمالي وتسمى اليوم قصر فرعون ارسل عقبة من يدعو اهل هذه المدينة للإسلام كان موقفهم بانهم رفضوا وصمموا على القتال وكانوا من الكثرة بحيث بانهم لا يتوقعوا الهزيمة ما يعرفوش ان الجيوش الهزمها عقبة كانت بتزيد على جيشه بآلاف المرات بمقرد ما رجع رسول عقبة حامل الرفض البربر دخول الإسلام امر باغتحام المدينة ودارت معركة وليلة هجم فيها المسلمين على المدينة واشتبكوا مع البربر في معركة دارت عدة ساعات ونتج عن هذه المعركة فرار البربر مهزومين هزيمة ساحقة بالإضافة إلى أن عقبة غانم مغانم كثيرة اتجه عقبة بعد ذلك للسوس الأقصى طبعا أهلها كانوا على استعداد كبير في العدد والعتاد لأنهم عرفوا إيه اللي حصل في السوس الأدنى وبالتالي مسير الجيش تجاه السوس الأقصى لم يكن مفاجأة لأهل السوس الأقصى حشد أهل السوس الأقصى حشدهم أمام المدينة وبمجرد ما لمحوا الجيش الإسلامي مقبل عليهم بتسبقوا أصوات التهليل والتكبير تقدموا للقاءه دارت معركة خاض فيها الجيشين معركة دائمية أذقهم فيها عقبة أسوأ هزيمة في تاريخ حربهم ونتيجة المعركة دية كانت بأن عقبة أدار هذه المعركة بمهارة عسكرية وحربية نتج عنها الحق الهزيمة بالبربر فأرادوا الاعتصام بمدينتهم لتفادي ضربات المسلمين ولكن سبقهم المسلمون للمدينة واستولوا عليها بالإضافة إلى أنه أسفرت المعارك عن سقوط وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين نهاية الفصل ونتمنى لكم كل التوفيق